أعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائية عن بلغ الأسى بعد تقارير أولية تشير إلى تعرض مجمع الأمم المتحدة في مدينة غزر القصف ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحة ودع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية إلى ضرورة احترام المدنيين والبنية التحطية المدنية مرافق الأمم المتحدة وحمايتها في جميع الأوقات مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي